اشتركوا في القناة يأتي هذا بعدما وافق مجلس النواب على تمرير هذا القرار في انتظار عرضه على مجلس الشيخ ساعات فقط تفصلنا عن اغلاق تام للحكومة الامريكية اذا لم يحصل الرئيس على تمويلا لبناء الجدار ستغلق الحكومة انا احارب من اجل امن الحدود هذا مهم بدأت ببناء الجدار والى الان بننا اجزاء كبيرة ونصلح اخرى الا ان الحقيقة هي اننا بحاجة الى الجدار يزداد الامر تعقيدا اقرى مجلس النواب قانون موازنة يخصص خمسة مليارات دولار لتمويل بناء الجدار يحال الان الى مجلس الشيخ حيث يواجه صعوبة في اقراره الامر سهل نوبة غضب ترامب ستغلق الحكومة لكنها لن تبني جداره ويعلم الجميع ان مجلس الشيخ لن يمرر مشروع مجلس النواب مجلس الشيخ كان قد اقر قانون موازنة اخر لا يشمل تمويلا لبناء الجدار قال ترامب انه لا يقبل به يلوم ترامب الديمقراطيين ويهددوا بان اغلاق الحكومة اذا لم يتم التوصل الى اتفاق يعني اغلاقا لفترة طويلة مثل هذا الاغلاق سيؤثر على اكثر من 800 الف موظف فدرالي سيعمل 420 الف منهم دون اجر بينما سيضطر 380 الف موظف الى اخذ اجازة من العمل دون مقابل بينما تستمر المساعي في الكونغرس للحيلولة دون اغلاق الحكومة يحذر اخرون من تبعات الاغلاق على الادارة والكونغرس ولكن ايضا على الاقتصاد الامريكي كلف اغلاق الحكومة عام 2013 24 مليار دولار امريكي اي ان الاقتصاد الامريكي يخسر نحو 6 مليارات دولارات اسبوعيان جراء الاغلاق بما بحمدية البزون العربي واشنطن ومن واشنطن ارحب بالاستاذ محمد المنشاوي المحلل السياسي مساء الخير استاذ محمد يعني بداية يتم الحديث الان عن مفاوضات على حل وسط لارضاء كل الاطراف برأيك ما هي معطيات هذا الحل الذي قد يتوافق عليه اليوم الكونغرس والبرلمان والبيت الابيض بداية مجلس النواب اقرر تشريع الذي يفضله الرئيس ترامب باغلبية 217 صوت مقابل 185 فقط لكن مجلس الشيوخ هو العقبة الرئيسية امام رغبة الرئيس ترامب في تمرير هذا القرار مجلس الشيوخ رغم ان هناك اغلبية 51 صوتا جمهوريا الا ان الاغلبية التي تتعلق بتمرير مشروعات الموازنة هي 60 صوتا ولا يستطيع المجلس بتشكيلاته الحالية ان يمرره الرئيس مصمم على تخصيص 5 مليارات دولارات لبناء الجدار الحاجز بين المكسيك والبناء المتحدة وهو حد وعوده الانتخابية وهو استثمر الكثير في هذه الرسالة وهذا الهدف السياسي الكبير الذي يلقى ازانا حسنة عند قعدته الانتخابية القعدة الجمهورية المتطرفة اليمينية التي تعادي المهاجرين ورئيس ترامب يدرك ايضا ان امامه هذه الفرصة الوحيدة قبل نهاية العام لتمرير هذا القانون وإلا مجلس النواب بتشكيلته الجديدة في بداية العام الجديد لن يستطيع من خلاله ترامب تمرير هذا المشروع للعامين القادمين على الاقل وهو يعتقد انه اذا لم يمر هذا التشريع اليوم لن يكون له حزوز في فتراته الرئاسية الباقية ومن هنا الموضوع جد خطير فالرئيس مصمم وامارس الشيوخ لا يستطيع تمرير القرار بلغتها الحالية والمفاوضات مستمرة لكن لا هناك تفاؤل لإمكانية الوصول إلى حل الكل مصمم على موقفهم وأعتقد أن الحكومة ستغلق أبوبها بعد متصف الليلة هنا بتوقيت واشنطن يعني برأيك سيصل إلى حاجز سد ولن تتمكن يعني لن يوم تتمكن الآن ترامب من تمرير هذا المشروع القانون وهذه الليلة سيتم إغلاق بعض المكاتب الحكومية هذا ما أفهم من كلامك يعني الليلة طيب بعد ذلك ما هي النتيجة التي ستنتج عن هذا الضغط من ناحية ترامب وتعطيل عمل الحكومة ومن ناحية أخرى إصرار الكونغرس على عدم تمرير هذا القرار ما هو المخرج بعد ذلك؟ لن يكون هناك مخرج في أي وقت قريب العطلات عيد الميلاد والعام الجديد تبدأ بعد ساعات هنا في واشنطن وأعضاء الكونغرس يريدون الذهاب إلى عائلتهم وإلى دوائرهم وأعتقد أن رئيس ترامب أيضا يعرف أن هناك عدة ساعات فقط أعتقد أن إذا حدث إغلاق جزء للحكومة قد يستمر عدة أسابيع وأعتقد أن المجلس الشيوخ لن يقبل كما ذكر القادة الديمقراطيين فيه بأي لغة تشير إلى تخصيص موارد مليئة كبيرة مثل المليارات الخمسة التي يريدها ترامب لبناء هذا الحاجز وعليه قد يكون هناك حق سد أمام المفاوضات ويكون هناك شلل للعاصمة واشنطن أو على الأقل بعض الجهات الفيدرالية الغير همة الجهات الهمة التي تتعامل في موضوعات الأمن القومي سيتم تمولها من ميزانيات أخرى لكن الإغلاق الجزء للحكومة سيتبعه إغلاق أكبر وهذا شيء خطير جدا وسيكون هناك غضب على النخبة السياسية سواء كانت الحزبية الجمهوري أو الديمقراطي وعلى البيت العبد الرئيس ترامب أيضا شكرا جزيلا شكرا أستاذ محمد المنشاوي المحلل السياسي كنت معنا من واشنطن شكرا